اختتمت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع زيارتها للعاصمة الألمانية برلين بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنع السيارات ومسؤول سلسلة محلات تجارة التجزئة الألمانية استعرضت خلالها فرصة ومقاومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة وقد شملت لقاءات الوزيرة لقاء موسع مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصانع السيارات تتناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصري في مجال إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية بالإضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية